المسجد النبوي أحد أعظم مساجد الأرض وأفضلها وثاني أقدس المساجد بعد المسجد الحرام وهو مركز الدعوة الأول والمنارة التي انطلق منها نور الإسلام بناه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد هجرته إليها وذلك بعد بنائه لمسجد قباء سنة واحد للهجرة ومن خصائصه أنه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ومن خصائصه أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومن خصائصه أن فيه الروضة المباركة وهي روضة من رياض الجنة فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن خصائص المسجد النبوي كذلك أنه المسجد الذي ذكر الله تعالى في كتابه أنه أسس على التقوى فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة